دائما قلنا بأن السلام هو الحل الوحيد لجميع الأزمات والعراق سواء في البحر الأبيض المتوسط أو بحر إيجا ودائما ندعو إلى اتباع الدبلوماسية من أجل إيجاد هذه الحلول الجزرية ولكن يجب على هذه الحلول أن تبنى على الحقائق والوقاع والأدلة ودائما نحن لا نخاف ودائما كنا ندعو إلى تحقيق العدالة والسلام ولم نفر أبدا من واجهة الأعداء ودائما كان الانتصار حليفنا أيها الشعب العزيز إن الجمهورية التركية بالتجربة الديمقراطية الناضجة والاقتصاد القوي لها الآن وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا خلال 17 عاما وجميع المؤامرات التي تعرضت لها تركيا أرضا وشعبا جربت جميع أنواع المؤامرات على شرط الصعود ضد هذه الدولة أرضا وشعبا منها محاولة تجزئة هذه الدولة إلى المؤامرات الاقتصادية التنظيمات الإرهابية نالت من شهدائنا ومن عزيمتنا ولكن لم تصل هذه التنظيمات الإرهابية إلى تحقيق أهدافنا دائما فراسة وذكاء شعبنا كانت الوسيلة الأولى من أجل دحر هذه التنظيمات الإرهابية وإفشال جميع المؤامرات نعم كان هناك شهداء ولكن كان النصر حليفنا دائما خلال جميع هذه المؤامرات التي تم التخطيط لها وتم إفشال جميع السيناريوهات التي كانت تحاك ضد تركيا بعض التنظيمات الإرهابية التي حاولوا استخدامها في جنوب تركيا كانوا يحاولون تقسيم وتجزئة تركيا ولكن لم ينجحوا في الآوينة الأخيرة نتعرض إلى مؤامرة جديدة وهي حبس الجمهورية تركية في سواحل ضيقة الآن هي مؤامرة جديدة ولكن نحن نتصدى إلى هذه ضد هذه المؤامرات بالمحافظة على عزمنا وصبرنا والمحافظة على تجربة ديمقراطية الموجودة في تركيا وخلال هذه الجائحة التي تعرضت لها جميع دول الأعالم قدمنا يد المساعدة إلى أكثر من 146 دولة واثبتنا بأن تركيا هي دولة قوية ناجحة على جميع الصعود ووضعنا نصب عيننا أهدافا سنسعى ونبذر قصارى جودنا من أجل تحقيقها في عام 2023 و2053 و2071 ودائما أثبتنا للأصدقاء والأعداء بأننا أقوية وأننا نصبح أكثر قوة مما كنا علي دائما نثق بشعبنا ونثق بقوته لذلك نحن متفائلون بتحقيق هذه الأهداف عن قريب كما نتمنى ونسأل الله أن يحقق أولادنا وأحفادنا أيضا هذه الأهداف التي وضعناها نصب عيننا وقمنا بالتخطيط له بهذه المشاعر أحييكم بأجمل وأحر التحيات مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر